وقعت شركة طاقة المستقبل مصدر وكهرباء فرنسا EDF اتفاقية امتياز مدتها 25 عاما مع شركة البحر الأحمر الدولية السعودية بهدف توفير الطاقة لمنتجع أمالة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة وقالت الشركات الثلاث في بيان المشترك اليوم أن المنشئة الجديدة ستتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 410 ألاف ميجا واط في الساعة سنويا وهو ما يكفي لتزويد 10 ألاف أسرة بالطاقة لمدة عام كامل